جريدة اليوم السابع مع مرسلتنا العزيزة نورهان تامان وانتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع نورهان صباح الخير وانت فين؟ بقالت كتير جداً نشتلاعي معنا ده سؤال أول سؤال الثاني طبعاً فيه مطشرة مهمة ويمكن لفت انتباهي كمان بداية من اليوم السابع لأن صحب جنوب أفريقيا اتكلمت واحتفلت بوم السيماني يعني بعد قيادته لي الأهلي للنسو نهائي مونديال الأندية وكانت حاجة أعتقد جميلة جداً خلينا نعرف منك التفاصيل اتفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وانا موجودة وكنت معك الاسباع اللي فات على فكرة نهوان بس قبلها كان في غياب برضو ولا انا بتحيير لا لا كنت موجودة برضو الاسباع اللي قبله يبقى انت بتوحشينا بقى يا رئة المشاعر الحلوة اللي موجودة حلوة المشاعر الجميلة اللي متبذل او لك عسيك لا بس نورهان كنت بتطلع معانكم موحشي بقى ده عمري تانية طبعاً احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نتلاقيكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية وما بين المنتخب وما بين النادي الأهلي صحف الرياضة كلها كانت منحصرة منشتات صحف الرياضة كانت منحصرة حول طبعاً كأس العالم الأندية وأيضاً نهائي كأس الأمم الأفريقية ومعانا أول خبر من موقع وجريدة اليوم السابع طبعاً عن النادي الأهلي وتقرير مجمع عن صحف جنوب أفريقيا وقالت إيه عن مباراة أمس للنادي الأهلي في ضربة البداية في كأس العالم للأندية بعنوان صحف جنوب أفريقيا تحتفل بومسيماني بعد قيادة الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية طبعاً التقرير يمكن كان زي ما قلنا مجمع عن صحف جنوب أفريقيا والأبرزة فوز النادي الأهلي مبارح بهدف دون رد على نظيره المكسيكي مونتيري طبعاً بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلينا نروح لأول منشتة من منشتات صحف جنوب أفريقيا وهو كيك أف والقالت تأهل الأهلي بقيادة موسيماني إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية أما موقع سوكر لادومة فقال أن بيتسو موسيماني يقود الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية وعنوانة صحيفة التايمز الجنوب أفريقيا فاز الأهلي بقيادة بيتسو على منتيري ليبلغ نصف كأس العالم للأندية مرة أخرى وأخيراً بقى صحيفة يول زكرت أو عنوانة وقالت تغلب الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على منتيري ليبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية تاني خبر معنا بقى عن المدير الفني كارلوس كيروش البرتغالي واللي يمكن في الفترة الأخيرة أو الساعات الماضية بعد الفوز على الكاميرون في مباراة نصف نهائي براكلات الترجيح خرج التصريحات كتير جداً على لسانه وكارلوس كيروش قال على موقع حسابه الشخصي بتويتر وأنكر كل أو معظم هذه التصريحات يمكن صدى البلد عنوانة ده وقالت كارلوس كيروش أنكر جميع البيانات الكاذبة التي يتم نشرها نيابة عني بعد مباراة الكاميرون كمان يمكن صدى البلد في تقريرها يعني نقلت كلام كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في تويتر واللي قال فيه أنا بموجب هذا أنكر جميع البيانات والتفسيرات الكاذبة والخاطئة التي يتم نشرها نيابة عني بعد مباراة الكاميرون البيانات المنشورة على موقع تويتر الخاص به فقط وفي الصحف البرتغالية ومن خلال المسؤول الصحفي الخاص به فقط هي البيانات الصحيحة الوحيدة ومن جريدة الرياضية السعودية واستكمالا طبعا لنهائي كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله كلنا بنتمنى فوز منتخب مصر باللقب الثامن جريدة الرياضية السعودية أبرزت تاريخ مواجهات منتخب مصر والسنغال وقالت أن منتخب مصر واجه السنغال فيه 11 مباراة ويمكن منتخب مصر تغلب فيه 6 مباراة والسنغال فاز فيه 4 مباراة وخيم التعادل على مباراة واحدة وكان عنوان الرياضية السعودية 6 مواجهات ترجح المصريين وقالت أنه تاريخ المصريين إن شاء الله هيكون هو الغالب في مواجهة اليوم وآخر خبر معنا بقى من جريدة أخبار اليوم مهاجم منتخب الكاميرون يتصدر هدافي ألكان ويحطم رقم حسام حسن طبعا كانت منتخب الكاميرون حق أمس المدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره بوركينا فسوا برقلات الترجيح يمكن المهاجم الكاميروني في نسات أبو بكر يعني حطم رقم حسام حسن نجمة منتخب مصر وهداف منتخب مصر اللي كان سجل سبع أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998 وكان حاصل على لقب الأكثر تهديفا في البطولة أما أبو بكر فسجل إمباراة هدفين في فوز منتخب بلاده وبالهدفين يمكن تخطى طبعا كابتن حسام حسن وأصبح هداف البطولة برقم 8 أهداف كمان تقرير أخباري اليوم قال أن الإفواري لوران بوكو هو أول لاعب يحصل على لقب هداف البطولة الأفريقية في عامين متتاليين وده كان نسخة 68 و1970 دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وأعود إلى الستوديو